استشد المصور الصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة بعد إصابته بجروح بشضايا صاروخ صهيوني خلال تغطيته القصف على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة وظل المصور الصحفي سامر أبو دقة ملقا على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى ست ساعات حيث لم تتمكن سيارة الإصعاف من الوصول إليها اشتركوا في القناة